نسفقص على 93.5 في تونس الكبرى على ستريمينج متاعنا ديونافام بوانيت للعزيزة جبت لك بنت ولدك هكا في عاشق السراب خلينا نبعط ونحكيه على شوية تاريخ كان قاعدنا الوقت سينة فنانة ألقت في المسرح في السينما في التلفزة وتقول لي مريم رهي جيتنا ملكو ديوار دي ريكت بعد عرض مسرحية اربع وقت والي هي مسرحية تجمع بين الموسيقى والمسرح تقلقت خاصة زيدة باطلالات هالمزيينة في كل المحافل خليني نقول الوطنية وحسن الدولية الفنانة سوهير بن عمارة بحثنا هوني صباح الفل صباح النور فرحانة اللي بحثيكم خطر دي اول مرة نجيل ديوان الفام دونك فرحانة ونسلم على المستمعين الكل اللي قاعدين نسمعوا فينا من اكثر الحاجات اللي تتحكي على سوهير يقولوا امرأة تدينوا بدين الفن تلموا الفن في حياتها في تفاصيلها الكل وخاصة زيدة جارئة في علاقة بمواقفها من الفنانين اللي معناها كيف يعطيوا مواقفهم كسوسوا في قضايا سياسية في قضايا اجتماعية وهذا دور الفنان ظهر لي اليوم سوهير بتبيعة خاطر احنا معناتها نجمو نكونوا صوت الناس اللي ما ينجموش يوصلوا اصواتهم ما تنجمش تكون فنان وتكون اندفيران معناها على اللي قاعدة سيافي بلادك بخيطوذي بلادنا ونحبوها وحنا معناتها انا واحدة من الناس ما عندي حتى انتمي سياسي لحتى حد انا نجم نمثل اي انسان موجود معنا هوني فهمت يعيش معنا دونك ما عنديش تواجهات لكني معتها مواقف نجم تقول انسانية اكثر منها سياسية يعني هذا هو باش نحكيه اليوم على الجايزة الاولى المهرجين الاقصر السينمائي في مصر الفيلم قربين خليني يقولوا فيلم اقتنص لحظة تاريخية العالم الكل قعد يعيش فيها لهي فترة الحجر الصحي اللي تووليت بالذكريات لكن اكيد في كل عائلة تونسية عاشت تفاصيل المحنة هذية والفيلم تقريبا ودورك في الفيلم يمثل صورة اي مرأة ممكن عاشت مع رجلها في الفترة هذية لو كانت تحكينا اكثر على دورك في الفيلم قربين دور سارة اللي هي زوجة زوجة قيس البيخسناج بخانسيبال معنها اسانسيالما معنها اللي الدور حولوا الاحديث كما قلت انت في فترة الحجر الصحي القاور ويحهم كما نقولوا احنا مقابلين بعضهم وبينسوغ هو يعيش حالة نفسية خاصة شوية اللي تخلي انو العلاقة هذيك تمشي وكما نقولوا احنا تتتتحلل تمشي وتتتتليشة الفيلم معتها عائلة غد خاسي بارشا حاجة عاشنهم معنها من رعب من خوف من معنها فقدين الامل شوية معنها عدم وضوح الرؤية الحاجات اللي عاشنهم احنا معنها وحاولنا معنها وحنا ديما الانسان يحب ديما يتأقلم معنها لكنها نتصور ما كانتش فترة سهلة جملة على الانسانية لكل الشي اللي خلا انو الفيلم معتها ما مسش كانت وينسا معتها حتى وين ما نمشي ونعرضوه ناس الكل يقولوا بالحق تعدينا بالحاجة هذي وكاينو احنا ننسيناها ما هو الانسان فما لي ميكانيزم لديفنس يخدموا معنها ونحاولوا انو نغيب ولا نعيشو نعملو دينية عالشي دونك حتى اللي جاوا تفرجوا قليش هذا هو معنها وحاول معنها ناجيب انو انو ما ما يفلت حط شي من الحاجات اللي ساروا وقتها معنها ولهنا بش نحكي على تجربتك مع ناجيب بالقاضي تقريبا في لملقاه برشة صعوبات في الانتاج في التمويل ومع ازمة الكوفيد اللي تقريبا الناس الكل معنها عنايت خاصة القطاع اللي معنها الفني اللي هنا كيفاش كانت التجربة معنها انا وقت اللي كلمني نجيب انا بيدي وقتها قاعدة في الدار ووجتي انجواسي عالاخر انجواسي خاطر احنا اكثر قطاع تضرب معنها اللي معنها المسارح مسكرة قاعدة السينما مسكرة الدعم مسكر معنها شنو بش نعملو فنانين وممتين تعبوا برشة العزفين والعزفين اي كل كل فنانين بصفة عامة معنها معتفهم عبيد خدموا عاملو تالت خفايا احنا منجموش نعملو تالت خفايا منجموش نعرضو مسرحية بالستانة الديفان منجموش نعرضوها في التالفزة المسرح معنها السينما كيف كيف ما كناش نجمو نصورو التالفزة كلي بالصيف بش خدمو الله وعلم معتها بالظروف اللي تعديو بيهم دانك بالنسبة لي انا وقت يكلمني ناجيب وقال يرا شوف انا ما عنديش دعم وراني جيت الحكاية هذي نحب نساورها قلتوا ست خيات خيزان بورطان انو نوثبو ساعة للفترة هذي خاطر يقعد حتى تقعد دام دوكيمان لتاريخ انا ديما نتخيل نقول بعد ستين سنة سبعين سنة وقت لي حبو يرجع يشوفو حاجات على الفترة هذي بش يلقاوها كيما انا تعرفت على برش حاجات في التاريخ عن طريق السينما دانك كان مهم جدا وكان بنسبة لي يا زيدا كيما كما نكدو غزيستانس انو احنا نشوفو في وسط الظروف هذي كيفاش نجمو كمنو نواصلو ونخدمو حتى كان ما منيش في الظروف العادية تعال منتع الخدمة كان التحدي وهذاك عليش اليوم فرحانين انكم شرفتونا في مهرجين الاقصر السينمائي لو كانت تحكينا على التتويج هذا والله انا فرحت برشا انا كنت في ابي جون في المهرجين المساء غاديكا نوك ما كنتش معا نجيب مادو غزيستان خاطر كان عندي العروض غاديكا وسمعت الاخبار في الوين غادي بيانسور نفرحه على الاخر خاطر انا الفيلم هذيكا بالذات نحبو برشا يعني عشتو بتفاصيل ومعناه وانتي دجا حتى في تصريحاتك قلت اينا كنت في ظروف معناها استثنائية أبار الوضع الاستثنائي كان عندك زيدا ايه ايه معالخر معناها كان اي انسان وانكوك بلوس اذا كان واحد هو عنده ليسوتي بشي عبه منحكي سيخةو الفنانين معنى والفنين مودي ما يخوا عنده لزوتي قادر انو يترانسغرس الواقع ويعبر عليه بتاريقته دونك مونا معنى بالنسبة ليا في فترة معنى جي في فترة مفصلية في بلاسة معنى وين النسل كل معنىها قاعدة تعيش في برشة حاجات معنىها كما نقول وحنا انتنس قويين قوية برشة معنى يعني انك تتحط فاسة كيفشن قول وحنا معنى معنى ان دانجي ما تراشي معنى دونك كانت حاجة تجربة استثنائية في المساج اينا نحب اقول عليا حاجة تبركل عليها وقتي خدمنا مع بعضنا في بداياتها هكذا تسبب في بداياتها اينا كنت خايفة منها بصراحة كنت خايفة قلت صغيرة وتمشي شي معنى تحفظ شي وما وتقلق ومد لكن تبركل عليها تحفظ مليح وما تتقلقش حتى كن نعاوده لكن مش نعاوده على خطر اينا وياها نعاوده خطر اي دخلت اللي الكاميرا في الشان هاي الضوية تعنيقصها وترشنوها معنى حاجة خارجة عني تقنينا وياها وتعاود وكل معنى شجاعة وعندها ثيقة في نفسها وخدمة دورة كيما يلزم والحق انتم زادت رتحون معنى هذا الحقيقة تبركل عليها تبركل عليها محليها تبركل عليها معنى ممثلين كبار وانتي صغيرة وهما معنى تا يحتضنوك ويسيسوك زادا ذا تخي تخيز امبورتان اينا بدي نبدا خايفة وقت اللي وقتها مزلت كيف ديت ونلقى عبيد معنى انا كنت نتفرج فيهم ومعنى تاو مغرومة بهم ونهبهم معنى ماخدة ثيقة في نفسها ودورة كيما يلزم ونشوف معنى تبشيش تغلط وتعاوت فهم خطر اللي يغلط وفهم ساعات يتربث يشد وتراك ومن مين جمش يعاود لكن هي عادي حتى كنعاود ومش عن الطريق ده نحن خطر احنا نغلطو لانا لا هي منكتبش عليها اما نغلطو على خطر حاجات اخرين لالتكنيك معنى هو اللي خلينا نغلطو ونعاود وتبركل عليها يعيشك يا ربي يعيشك الحقيقة معنىش برشا وقت مع سوهير للأسف هكذا دهمنا الوقت مش نزقلك سوهير هل انه بقائك اليوم في تونس معنىها اسباب في انه حد المسار متاعك على المستوى العربي فما اجماع على اللي تقدم فيه موهبتك والامكانيات متاعك لكن الهناء على مستوى انت شارك على مستوى العربي هل انه بقائك في تونس هو لحد المسار هذا اشوف خاطر هو معنى ما لو غزمان احنا في تونس ما نجموش ننصدره معنى 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 ما نتنجمش تكون تونس هي البلاتفورم اللي تنجم تخليك تنتشر عربيا في العالم العربي بتبيعها مصر ويمكن تاو بدت تخلت لبنين وجيت في فترة ما كانت سوريا معنى كانت تنجم للأسف تاو خاطر بالحرب معنى تراجعتها شوية والبرا معنى عندك لانغلتره ولا ولا فرنسا انا معتبع شنقول حاجة تخيزونتما يمكن اول مرة ان قولها انا ما كنتش نجم جابي بالا پسبلتی خاطر كان عندي ويل ديمريد لهنى ورافقني احنا عائل الكيم معنى معتبع حتى الله يرحمه ما كنتش نجم ما كنتش نجم اليوم فما مشاريع جي تروحين بعد جي بس ك 33 ان و ديجا و ديجا بنيت كارير في تونس ما نجمش نواخر بالتوالي معتها نرجع معتها معتها حاسيت اللي وصلت المرحلة اللي معتش بش نجم نواخر بالتوالي معنى وابخي تو تاو معتها معتها كنمش المهرجيني تي عارفوني معنى نعرف برشا من دجين صحابنا من مصر ممثلين معنى نعرف بعضنا فانتا فانين في بعضنا نعرف بعضنا بعد نقول اينا جسوي توجوغ تخيز وفاخت معنى نجم نمشي نخدم نساور كيم عملت مرات معنى اينا مشيت تخرجت صورت ونرجع لبليدي وانا نحبتون صراح بحقيقة نحسروها نحسروها وماني جموش يستغنوا عليها تباركلم صغروا نوم زينا وبيهيا ويستحقوها في جون برميري يستحقوها في برشا أدوار حبيت الوقت أكثر للاسف لكن دهمنا موعد الأخبار شنشوفك في رمضان ولا لي؟ لي سنة ما عندي شنة ما في رمضان شنية جديدة جديدة متبيعة المسرحة تربع وقت يتواصل العرض متاحا وإنشالا فامة فيلم proposition تا فيلم تخي 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 ديفيران معاشكو 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 مانقل كلي هو فيل ستا فيلم دي جار ويسبر معنى بانتون نبدأ والتحذيرات أناس نبارشة بحضورك شنشو معاشكو 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 وإنشالله تكون فامة استضافات أخرى في فيديوان هذه أول مصافحة احنا هكا نوصل لنهاية موعدنا لليومة نتلقى وان شاء الله غضوة في نفس التوقيت ما تسعى ونوصل لحداش ما بقى لك